بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين تكلمنا في الحلقة الماضية أنه ينبغي الفرز بين عادات المجتمعات الإسلامية وبين الثقافة الإسلامية الأصيلة وعليه فما وجدناه من العادات ينطبق على الثقافة الإسلامية الأصيلة فإنه يتمسك به وما كان يتعارض مع تلك الثقافة ومع منابع تلك الثقافة يتهم الإعراض عنه في هذه الحلقة نبحث عن كيفية الفرز كيف نتمكن من تشخيص أن هذه العادة هل هي مأخوذة من النصوص الدينية أو أنها عادة ليست مأخوذة من النصوص الدينية طبعا أولا علينا أن نرجع إلى منابع الثقافة الإسلامية يعني نرجع إلى القرآن الكريم وإلى سنة وسيرة رسول الله والأئمة الطاهرين عليه وعليهم الصلاة والسلام ولكي الأجواء التي نعيشها الأجواء الفكرية الأجواء الاجتماعية الأجواء السياسية لا تؤثر في فهمنا للنصوص وإنما نأخذ تلك النصوص من منابعها الصافية من دون أن يكون للطوارئ والأجواء والعوارض أثر في فهم تلك النصوص ينبغي علينا أولا أن نفهم تلك النصوص بعيدا عن الإطار العقدي الخاص الإنسان حينما يولد طبعا الأب الأم الأسرة المجتمع الذي يعيش فيه يكون لهذا المولود بالتدريج عقيدته فمن الطبيعي عادة نشاهد أن الذي ولد في بيئة مسلمة يكون مسلما والذي ولد في بيئة نصرانية يكون نصرانية والذي بولد في بيئة ملحدة يكون ملحدا هذا عادة لا علينا بالاستثناءات ولكن العادة أن المحيط الذي يولد فيه الإنسان والجو الأسري أو الاجتماعي يكون عقيدة هذا الإنسان المسلمون هكذا الذي يولد من أبوين شيعيين وفي مجتمع شيء عادة يكون شيعيا والذي يولد في مجتمع سني من أبوين سنيين عادة يكون سنيا وكذلك في المذاهب الإسلامية المختلفة طبعا هناك حالات من التحول من مذهب إلى آخر هذه حالات تبقى بشكل عام حالات استثنائية وإذا كانت حالات كثيرة هذه حالات تعتبر حالات طارئة يعني الإنسان بإرادته يغير من معتقده على كل حال الإنسان عندما تتكون له عقيدة خاصة بعد أن يكبر وبعد أن يأخذ في النظر بالنصوص الآيات الأحاديث الشريفة هذا هذا الإنسان قد يفهم من تلك الآيات أو الأحاديث ما يؤيد طريقته ومذهبه ومعتقده حتى إذا كان خلاف الظاهر ولكن كثير من الأحيان يحاول لي عنق النصوص لتنطبق على عقيدته هنا ينبغي على الإنسان أن يتجرد عما تعلمه من الأبوين من المجتمع من الجو والمحيط الذي يعيش فيه لكي يصل إلى الحقيقة لأن من الطبيعي أن كل إنسان يتصور أن الحق معه وأن الآخرين ليسوا على حق وهذا أمر طبيعي لا تجد عادة إنسان يؤمن بعقيدة إلا ويعتقد بصحتها أو أنها على حق فالإنسان إذا أراد أن حقيقة يصل إلى الحق ينبغي عليه أن يتجرد عن هذه العقيدة الموروثة ويذهب إلى المنابع الإسلامية الأصيلة إذا كان مسلما وإلى العقل إذا لم يكن مسلما لكي يكتشف الحقيقة ومن الأمور التي ذكرت في القرآن كثيرا في ذنب المشركين أنهم كانوا يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وفي آية أخرى مقتدون هذه الحالة حالة مذمومة لماذا؟ لأنه في أكثر الموارد ما عليه الآباء ليس الحق فإذا الإنسان أراد الوصول إلى الحق يتجرد ثم يراجع النصوص الدينية الأصيلة وهنا يأتي مثال على ذلك الفرق بين الفلاسفة والمتكلمين الآن مقصودنا الفلاسفة الإسلاميين والمتكلمين الإسلاميين الفرق أن المتكلم عادة يتلقى العقيدة من النصوص الدينية ثم يحاول أن يجد دليلا عقليا لتأييد تلك العقيدة في حين أن عادة الفلاسفة لهم نظر خاص في مسائل العقيدة ثم يحاول أن يطبق النصوص على ما يعتقده يعني له معتقد في أمر ثم بعد ذلك يحاول أن يبحث فيجد ما يدل أو ما يتوهم دلالته على معتقده مثلا بعض الفلاسفة أن اليونان وتبعهم بعض الفلاسفة المسلمين كانوا يعتقدون بأن الكواكب لها حياة يعني النجوم والكواكب حية ولها إدراك هذه كانت معتقد من معتقدات الفلاسفة اليونانية فلما ترجمت الفلسفة اليونانية إلى اللغة العربية وبعض المسلمين قبلوا هذه الفلسفة وأضافوا إليها بعضا من الأمور فسميت بالفلسفة الإسلامية حسب كلامهم مثلا وجدوا هذه النظرية أن الكواكب لها حياة فحاولوا أن يوجدوا دليلا على هذا المعتقد يعني لم يعرضوا هذا المعتقد على الكتاب والسنة لكي يروا أن هذا المعتقد صحيح أو ليس بصحيح بل بعد قبول هذا المعتقد حاولوا أن يجدوا نصوصا لتأييد هذا المعتقد وإن لم يكن هناك نصوص حاولوا لي عنق بعض النصوص لكي يصلوا إلى هذه النتيجة الشاهد أن الإنسان حينما يدخل إلى المجتمع لكي يرى أن ما يمارسه المجتمع منطلقه ثقافة الإسلامية أو عادة ليس منطلقها منطلقها الثقافة الإسلامية ينبغي أولا أن يتجرد عن الإطار العقدي العقيدة الخاصة ويراجع إلى النصوص الدينية لكي بدون المؤثرات الخارجية يفهم تلك النصوص وكذلك ينبغي أن يبتعد عن الإطار السياسي لأن الإنسان في كثير من الأحيان في إطار سياسي خاص هذا الإطار السياسي الخاص يفرض عليه الاعتقاد ببعض الأمور إذا تجرد عن هذا الإطار السياسي الخاص وراجع إلى المنابع الأصلية للثقافة الدينية الإسلامية يتمكن من كشف الحقيقة وإلا إذا هو بإطاره السياسي الخاص حاول أن يفهم النصوص فإن فهمه يكون مغلوطا لأنه عادة يحاول لي عنق النصوص لكي يؤيد طريقته ومبتقاه السياسي عبر النصوص مثلا نحن نشاهد أن اليهود في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله هؤلاء كانوا يعلمون بأن هناك نبي يظهر في جزيرة العرب فطمعا لكون هذا النبي من عندهم حاجروا إلى المدينة المنورة واستوطنوها واستيطانهم كان سببه الأساسي هو علمهم بأن هناك نبي سيظهر من هذه البقعة المباركة وعندما كان المشركون يضطهدونهم في اعتبار أن هؤلاء اليهود كانوا أقلية كان هؤلاء اليهود يقولون لهؤلاء المشركين بأنه سيظهر نبي وينقذنا منكم ولكن حينما وجدوا هذا النبي وهذا الرسول ليس منهم كفروا به حسدا وبغضا مع أنهم كانوا يستفتحون على الذين أشركوا يطلبون الفاتح على هؤلاء المشركين ولكن عندما جاءهم معرفوا من الحق كفروا به لأنه لم يكن منهم وحدث الصراع المعروف الذي أثاره اليهود ضد المسلمين وضد رسول الله صلى الله عليه وآله ولأنهم كانوا على باطل قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فخسروا معركتهم ضد المسلمين والآن أيضا سيخسرون معركتهم ضد المسلمين ولو الآن لهم جولة ولكن هذه الجولة بسبب ابتعاد المسلمين عن أحكام الإسلام لما سبب تخلف وضعف كثير من المسلمين ولكن هذه حالة تبقى في مسيرة الأمة الإسلامية حالة طارئة وموقتة وستزول إن قريبا أو بعيدا كما زال الصليبيون من أرض فلسطين وينبقوا حوالي 190 سنة على كل حال نحن نشاهد أن هؤلاء اليهود في صراعهم مع الإسلام ومع الرسول صلى الله عليه وآله دخل 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 الإطار السياسي في معركتهم فابتعدوا عن الحق لأنهم كانوا في إطار سياسي خاص مع علمهم مع علمهم بأن ذلك كان الحق ولكن الإطار السياسي الخاص الذي كانوا يعيشون فيه وما أرادوا أن يتجردوا من هذا الإطار طبعا البعض منهم تجرد من هذا الإطار ودخل في الإسلام ولكن الأكثر لم يتجردوا من هذا الإطار مع أن الإسلام جاء يؤكد مقدسات اليهود أيضا وهذا بين قوسين نذكره من دلائل صدق رسول الله محمد صلى الله عليه وآله إذا تلاحظون القرآن الكريم تجدون أنه من أول القرآن إلى آخر القرآن لا يوجد هناك مس لمعتقدات اليهود الأساسية من مقدساتهم مقصود مقدساتهم يعني نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام هارون سليمان داود يوسف إسحاق يعقوب هذه مقدسات اليهود الإسلام أكد أن هذه مقدسات وأن هذه حقائق في حين أنه الشخص الذي يدخل فيه صراع سياسي مع جهة أخرى إذا كان مبطلا يحاول أن يضع علامة استفهام على كل مقدسات الطرف الآخر لبقتضيات الصراع السياسي في حين أنه نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله مع أن اليهود دخلوا معه في صراع سياسي لم يمس مقدساتهم بل هذه المقدسات في القرآن أيضا مقدسات اليهود أنبياؤهم عليهم الصلاة والسلام مقدسون في القرآن الكريم ويذكرون بخير والإسلام جاء مصدقا لهؤلاء الأنبياء فنرجع إلى كلامنا أنه ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يصل إلى المنابع الإسلامية الصافية لكي يرى أن هذه العادات والتقاليد مأخوذة من المنابع الإسلامية أو أنها مأخوذة من جهات أخرى ينبغي أن يتجرد من الإطار السياسي الذي يعيش فيه وينظر إلى النصوص بنظرة حيادية بعيدا عن الأجواء التي يعيشها وكذلك ينبغي أن يتجرد الإنسان من الحالة الانتقائية يعني في كثير من الأحيان الإنسان يقبل بعض الأمور ويرفض البعض الآخر نكفر ببعض ونؤمن ببعض القرآن الكريم يعبر عن بعض هؤلاء كانوا يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض يقبل بعض الكتاب ويكفر بالبعض الآخر أو في آية أخرى يعبد الله على حرف يعني على طرف في آية ثالثة الذين جعلوا القرآن عظيم يعني جزء جزء الذي يلائم مصالحه يقبله والذي لا يلائم مصالحه يرفضه فيأتي إلى مثلا هذه العادات التي تعجبه من تلك العادات يتقبلها والتي لا تعجبه يرفضها حتى إذا كان من شأها الأحكام الشرعية أو النصوص الدينية فبناء على ذلك أول مرحلة للفرز بين الثقافة الإسلامية الأصيلة وبين العادات الجارية في المجتمعات الإسلامية أن الإنسان يتجرد عن إطاره العقدي الخاص يتجرد عن إطاره السياسي الخاص يتجرد عن المصالح التي تحيط به بحيث أنه ينظر إلى الإسلام وإلى النصوص الدينية ككل لا أن ينظر إلى جزء يطابق مصلحته ويترك الجزء الآخر الذي لا يطابق مصلحته إذا الإنسان نظر بهذه النظرة النظرة المجردة عن الأطر الضيقة إلى النصوص الدينية فحينئذ يتمكن من الوصول إلى المنابع الصافية ويفهمها بفهم سليم لا بفهم سقيم إذا فهم هذه النصوص بفهم سليم لا بفهم سقيم فحينئذ يتمكن من التمييز بين عادة مأخوذة من الشرع أو من النصوص الدينية وبين عادة ليست مأخوذة من الشرع ولا من النصوص الدينية إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سنتكلم حول أقسام عادات المجتمعات الإسلامية وأي من تلك العادات مقبولة وأي من تلك العادات غير مقبولة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين تكلم بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات شكرا للمشاهدة